السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل باميا بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله رح تعجبكم كتير باميا مفرزة نشوف كيف بدنا نسويها لأول مرة بشوت قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك شان يوصل لأكبر عدد من الناس خلينا نبلش بالطريقة أول إشي جيبت 3-4 دروس من التوم دقيتهم وبدي مع معلقتين من الزيت وبدي أقلبهم زي ما أنتوا شايفين لحد ما يصير لونهم على حمار بجيب الباميا بغسلها الباميا المفرزة بغسلها وبصفيها منيح وبحطها على التوم بحركها منيح كمان ولازم نقليها لحد ما نحس إنه لونها للباميا تغير شوي صار هيك شوية أخذ لون البني شوي مش كتير بس إنها نشفت ميتها وصارت تقريبا يعني شوية لون معاها حطيت اللحمة وسلقتها حطيت على اللحمة شوية ورق غار وما حطيت ملح ونتفت زيت زاتول وخليتها تغلي لحد ديت ما استوت بعد ما الباميا تقلت معي زي ما أنتوا شايفين بحطها بتشهي أنا هاي الطريقة بعملها عشان ما أقليلها بس أخلصها بحط التومة معها وبحس إنه طعم الباميا كتير أسكى من ما إنه نقليلها بعد ما تخلص بجيب من المرقة وبحط على الباميا بخليها تغلي شوي واللحمة استوت بطفي عنها بجيب بندورة وحبة بصلة وقرن فلفل وبحط عليهم نتفت مي وبخلطهم منيح بس خلطهم بديرهم على الباميا زي ما شفتوا أنا حطيت مرقة وخليتها تغلي استوت عندي الباميا نهائيا بحطها على اللحمة وعلى نتفت مرقة كمان وبدير البندورة اللي أنا طحنتها مع البصل ومع الفلفل حبيت تحطي كمان معلقة صلصة معهم حطي ما حبيتي خلاص بكفي آخر إشي زي ما أنتوا شايفين حطيت الملح المرقة بتكون قليلة كتير لأنه البندورة في عليها مرقة أخدت من المرقة وحطيت عليها وطحنتها فلازم تكون المرقة قليلة ديري بارك شان ما تطلع معاكي المي كتير تبعتها بخليها لحديث ما تتسبك شايفين ما أحلى لونها أنا ما بحب أحط صلصة معها فخليتها بس على عصير البندورة طعمها بشهي ورحيتها كتير زاكية فلفلت طبعا جنبها رز اللي ما بحب الرز معها ما يسوي بس أنا حبيت أعمل الرز الشعرية سفحت شوية تقريبا نص كوب من الشعرية بتلات أربع معالق من الزيت وبعدين ومعلقة زبدة وبعدين بعد ما صار لونه بني حطيت كستين من الرز المصري كنت غسله حطيته وحطيت تلات كسات من المي وخليتهم يغلوا ووطيت عليهم الحديث ما استوه وهذه هي الطبخة إن شاء الله بتعجبكم وهيك خلصنا ويعطيكم ألف عافية شكرا